نتكلم بصراحة من إيه بقى؟ حال حد النهاردة هيعلم محمد شريف إزاي يحط الإنفراد ده؟ لأ حال النهاردة مهاجم النادي الأهلي الأول ولعب دولي محتاجين نحن نقوله لو ما يكون الإنفراد من نص الملعب لازم تاخد قرار إن إنت ترك نكور لو حبيت تشوت أو ترأس الحارس الشريف من اللعبة اللي شفنا له أكيد دروس تخصصية كتير على السوشيال ميديا نعم هل هو محتاج ده؟ ولا محتاج يركز أكثر؟ خارس بحديك تركيز تركيز طبعاً طبعاً من يوم في المال دي تركيز لدي إنت مع دي ألف به كورة طالما أن إنت انفردته معك مساحة وقت أكبر خطر بالنسبة لك هناك قرار إيه القرار أنت هتاخده؟ هنا ما لنبتشغل القرارين بس بيتاخده لو الحارس طلق لك وأفكرك لو الحارس طلق لك بتركنها مين فاكر مباراة الأهلي والإسماعيدي ستة صفر سنة خمسة وتسعين؟ أول سوداثية لندي الأهلي في الإسماعيدي أنا فاكر بمجموعة الهدف الهدف الأول مين أحرزه الكابتن محمود أبدهب خد الكورة كانت ضرب روكنية لندي الأهلي وارتدي الحجمة مرتدة لندي الأهلي مين اللي عملها؟ المساك المساك كابتن محمود أبدهب خد الكورة بشوفها بشوف جندة على اليوتيوب خد الكورة وندي الأسماعيلي كان المساك كبير عبه ثلاثة اتنين دخلوا عشان الكرة الروكنية واحد فضل واقف وراه فواحد يفوق عند اين فين بقى محمد عند نص الملعب كنت محمود ابو الدهاب خد الكرة وهو دخل عليه راح عطاها من جنبه ورقصه انفرض بالساد السوركي انفرض بيه من اين من نص الملعب الساد السوركي خد قراره ان هو يطلع زي بالزبط ما الحارس بتاع فلمانجو قرر ان هو يطلع يقفل ويطلع يقابل محمد شريف راح محمود ابو الدهاب عمل ايه راكب هو اخرى ان هو يشوت راكب ان باطن رجله شوت مش هتشوت خد تقرر تصويب اكيد يبقى تصوّب في زاوية صح وتسدد لازم تصوّب في زاوية طيب مش هتصوّب في زاوية يبقى ترقص لان هو جاي بوشه زي ما احكوا فاهم بكامة عمحمد هاني وفينيسيس اي مدافع او اي حد بيواجهك جاي بوشه يسهل مراوغته لان هو ايه انت المراوغة بتصعب لما يقابلك بجنبه طيب ده حارس محمد شريف ولا عمل دي ولا عمل دي شوت فين شوت في النص شوت في النص شوت في النص طيب بالتالي الحارس قفل وقدر ونثبت انه يحصله عقوة ممكن تعدي من رجله زي ما عدت في مطش الهلال والريال شطها المهاجم الافريقي للهلال السعودي شطه الكورة شطها على فكرة ببرده بطريق محمد شريف وقعت من تحت ايد الجن ودخلت هدف دي نسبتها قد ايه لس نسبة رعيفة لما تعدي لكن الكتاب بيقول طيب لما انت موجود في الموقف ده لازم تركي لو انت شوت لو ما رجلتش يبقى ترقاس الجن طيب محمد شريف وخلي بالك هم معه وقت انت عارف في الزمن في ملعب القرط القدم يعني سريع يجي بنعتمد على الفيمته ثانية فعلا يعني فلاجع انت تخلي انت منفرد من عند قوس نص الملعب يعني انت معاك وقت تفكى وتاخد قرارك وما كانش في حق بباقي جدا وما فيش حال يغط عليك اصلك كان ممكن تاخد القرار افضل بكتير من القرار اللي اتاكد هو ده اللي احنا اتمنى انه ما يتكررش ان في حالة تكراره انت بتبني صورة زهنية عند المتابعين ان انت ما بتصلحش اخطاء